موسيقى مشاهدينا فقرتنا الثانية هتكون زي ما نويت عنها في بداية حلقتنا النهاردة مع الفنان المطرب أحمد خاطر ومجموعة من الأغاني وحديث عجل مشواره الفني بنرحب بيك ونصبح عليك صباح خير صباح خير ورب دايما بخير بنوار ما كل عام انت بخير وما يخليك وحضرتك طيب يعني أكيد في البداية عايزين نعرف منك البدايات كانت إيه قبل ما نبتدي نسمع أنا شايف أنت معك العبودة هو أكيد هتسمعنا النهاردة أغاني في الصبح كده تعملنا نوع من النشاط والحيوية والفريشنس كده يعني بإذن الله إن شاء الله البداية يعني إمتى قررتي يعني من وانا صغير وانا بغني صراحة يعني من وانا عندي تقريبا سبع سنين ما شاء الله فهما لاحظوا كده عندي في البيت فبقى في كل مناسبة أغني يعني في كل مناسبة لحد فرحة لحد قريبي أو عيد ميلاد فبيطلبوا مني الموضوع ده وأنا كنت حاسس برضو إن أنا عندي حاجة يعني كنت حاسس برضو إن أنا عايز أعمل كده طب هرجع بقى وأنت عندك سبع سنين تقولي إيه اللي فاكرو كنت بتدندنه وبدأ غنيو سمعه لنا يعني دايما يعني كانوا بيطلبوا مني هو فيه طبعا بص يعني اللي إنت حابه يعني أوه يعني في حاجات مش عارف أقولها لأني مش فاكرها بس فيه حاجة كنت فاكرها قوي موال كده كنت دايما بقوله موسيقى يا للي يا للي يا للي يا يا للي يا للي طال الصهر يا للي ويا الجراح يا للي واللي هويته يا للي سبني وراح سبني وراح يا 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 للي الله كده نسيح يعني داك انت بقى قومة يعني احنا رقى حتة تانية خلص يعني احنا كده بنحتفل بقى بالعيد الميلاد المجيد والأعياد أعياد المسيحيين كل عام هما بخير امت بدأت تعزف عود لما ابتقيت أبقى عاوز أربط نفسي بالموسيقى يعني كان عندي مخاوف دايما ان انا مش عارف ليه ان انا ما يكونش في ارتباط ما بيني وما بينها لان اعرف ان المشوار صعب فحبيت أربط نفسي بيها بحاجة فحسيت ان القالة هتربطني أكتر يعني هتعمق العلاقة مين المطربين اللي انت كنت متأثر بيهم وبتحب تغنيلهم؟ كل القديم يعني كل القديم انا من صغري انا ما بحسش غير القديم يعني مكلسوم وعبدالوهاب حليم بحب الصنباطي بحب القصبجي كلهم يعني المدرسة القديمة كلها الجيل الزهبي بالنسبة لي انا بحب عبدالحليم ايه رأيك في اللغنى اللي هو هنقول بقى مش القديم الجديد شايف ايه يعني هل انت بتحب تغني حاجة من جديد تعليقك عليه ايه شايفه ازاي بصوه انا عشان انا كمان ملحن يعني اعمل حاجات اقول اسمها العادي لقناة المحور وعمل حاجة لفيلم وغنية تنزل يعني اعمل موسيقى تصويرية تأليف موسيقى وكده فانا حبي للقديم مش معنى ان انا اكون ترندي او اكون ان انا ابن زمني ازا ما بيقولوا يعني اه فانا بحب الجديد جدا يعني بس انا مشكلة طبعا لو سألتك مين من المطربين الجداد او اللي انت بتحب تسمع لهم هتبقى الاجابة دول مناسية هتقول لي كلهم حلوين جداد طبعا اه 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 طبعا اه بحب اصالة اوي 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 يعني بحب اجتهادها و دائما بتقدم جديد اه وقوة صوتها وجمالها يعني بحبها جدا يعني مواجب بمشوارها اه بقى عمر دي ايه برضو اه اه فيش حد ما يحبش عمر دي في العالم يعني مش في مصر ايه اه محي محمد محي جميل جدا اه اه Creative معاينو اختفى فترة شقايا و ستجعلنا تانية معاين恩و اختفى بس بي… كان بيقدم لنا مزاجة حلوى ما زال هو بشغال بربع اه مين تاني اه يعني شريين شريين عبوهايب طبعا الاحتساس والفضلي الشكل يعني هما.. انا بشوف لأ هما هي ناس Studies такая او اللي امنياتك للسنة الجديدة الاو اللي تحب ان ان انت تحقق dub literature تحققوا في السنة الجديدة وتمنياتك.. وامنياتك بال uh pocket نبسي يعني إحنا كلنا حاجة واحدة يعني مصر والدول العربية يعني العلم العربي يعني العلم العربي كله مش عاوز أقول مش مثالية بس نفسي العلم العربي كله يركز في أنه هو ما يستسهلش في الفن بالذات يعني أنا بقول أمنيتي هي خاصة بالفن يعني خاصة بالمجال بتاعي ما يستسهلش حاول دايما يقدم قيمة ويحاول دايما يقدم هويته مش عيب وما انتاش هتبقى متأخر بالعكس الناس بتوصل يعني بيانبهروا بيك لما بتعمك قوي في منطقتك في جزورك في هويتك كل ما انت بتكون أصيل يعني وبتعبر عن نفسك كل ما بتبقى مميز برا لكن لما بتبقى بتقلدهم انت بتبقى نسخة باتكو بي لا طبعا صح بالنسبة ليك انت منياتك انت لنفسك يعني أنا بقى يعني في 23 أنا بعمل عندي مشروع موسيقي بيعتمد على أنا كنت لسه بقوله يعني أنا عاوز أقدم مقطوعات معينة تأليف عاوز أوصل للآلة بتاعتي طب خلصت جزء منه أو ممكن نسمع حاجة منه لا من هذا المشروع لا يعني لسه 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 والله تصبح عليك شكرا لك سوز أحمد خادر تبنان جميل أسعدتنا ونورتنا وكل سنوات طيب اتشرفت بيكم جدا وقالف شكرا شكرا لك شكرا لك ومشاهدين بنتمنى تكون حلقتنا نهاردة بنصبح عليك عجبتكم لنلتقي في حلقة قادمة غدا إن شاء الله مع تاقم عمل جديد إلى اللقاء